وطبعا زي ما انتو عارفين ان تدريب التويلت بيحتاج تركيز معانا النهاردة اوريو 3 شهور يلا بينا نبدأ بقى ايه الحلقة هنعملو ايه طبعا زي ما انتو عارفين احنا بنبدأ دايما ان احنا بنشتغل مع الكلب بتخريج الطاقة المستمر يعني ايه الموضوع ايه يعني خلاص بتدوا حفظوه بقى عشان انا ايه انا بيطلب مني موضوع التويلت معيني عملت حلقات كتيرة وما زلت اهو قاعد مكمل في موضوع التويلت لحد ما نشوف يبقابلوني لو فلحته المهم هنكمل مع الكلب تخريج الطاقة ونبتزي ان احنا نخرج الطاقة بتاعت العض بالفوطة ونخلي الكلب يلعب شوية عشان لما يلعب شوية هيعتش وهيجوع وبعد كده هو اتبتدت ان انا اكثر اتجاهات الفوطة عشان نخلي الكلب يحاول يركز ان هو يمسك فبيعمل ارهاق زهني فبيعمل ارهاق بدني وعمل ارهاق زهني وشغل فكه وشغل عضلات جسمه وشغل ان الكلب يبتدي شغل دماغه لحد ما ابتدى ان خلاص طاقته تنفز وابتدى ان هو يبتدي يوقف في مكانه ما يبقاش يقدر يجري زي الاول مسكنا الباد بتاعته عشان عرفت ان الكلب بيعمل على الباد ساعات وابتدت ان انا لقيت المكان هنا هو مناسب ان انا حدد له المنشأ بتاعه زي ما انت شايفين طرقة صغيرة وفي حمام وراف ظهره ابتديت ان انا مسكت الباد فرشتهاله في المكان بتاع الحمام تمام هتحسيت ان انا كنت بنشر المهم خطيتها على الارض وبعد كده ابتديت ان انا ارجع المسافات اللي ورا وهجيب الاكل والمية احطهم في المكان اللي انتو شايفينه اللي انا واقف فيه ده ابشيل ايد من عند السدر ايد من عند البطن عشان انا مفتري وبرمي الكلب على ظهرها ونزلت الكلب في مكان اهو هيحاول يطلع تاني هقوم شايلو ورمي تاني تمام لحد ما احنا نشوف اهو اخرتها معاه عشان ما اطولش عليكم انا عطى فرهض معاه شوية لان هو كان بيتدلع وميش شويتين تلاتة فاخذ موضوع الحدف ده شوية الحد ما الحمد لله اكتنع البيه وابتدى ان احنا توضع معنا وخلاه اا قاعد مكانه خطته المياه بتاعته جايزتله الاكل بتاعه وحددنا المنشأ بتاعه وطبعا زي ما احنا عارفين بعد ما نمشي او نيجي نروح اي مكان لازم بنقفل عليه بحاجز بالليل